مطرفان نزاع في السودان يوم الجمعة مدافع ثقيلة وقاذفات صواريخ وطائرات دون طيار وغيرها من الأسلحة لمهاجمة بعضهما البعض في العاصمة الخرطوم وشمال الخرطوم وأمدرمان وتعتبر عدة قواعد عسكرية جنوب الخرطوم وشمال أمدرمان محور الصراع بين الجانبين وفي بيانين منفصلين تبادل الجانبان الاتهامات باستغلال الهدنة لإعادة نشر القوات العسكرية ومنذ انتهاء اتفاق وقف اطلاق النار المؤقت لمدة 72 ساعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوم الأربعاء الماضي تتسع الاشتباكات بين الجانبين في منطقة العاصمة حيث تأثرت العديد من المناطق السكنية جراء القتال كما هناك عوز متزايد في الغذاء والماء والدواء لقد عانى الكثير من المواطنين من الحرب ويتوقعون أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق شامل ودائم لوقف اطلاق النار في أقرب وقت ممكن الناس تقعد مع بعض وتفق الاتفاق مع بعض يعني الناس تقعد تتفق يعني أصدر الحرب نهاية في الأخير الاتفاق الناس تقعد في الوطن دي أي حرب في الدنيا ما بتنتهي كده ساكد لازم الناس يقعدوا في الوطن دي والناس يضعوا حل للحرب دي وفي عاصمة ولاية شمال درفور الفاشر يسيطر طرفان نزاع حاليا على الجزئين الشرقي والغربي من المدينة بشكل منفصل وبسبب القتال المتواصل منذ أيام تأثرت بعض الأسواق والمناطق السكنية بنيران الحرب ووفقا لإحصاءات المنظمات المدنية المحلية قتل أكثر من مائة مدني في المدينة منذ اندلاع النزاع المسلح ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية فإن الصراع قد أدى إلى نزوح حوالي مليونين وخمسمائة ألف مواطن سودانية ولجأ أكثر من نصف مليون منهم إلى البلدان المجاورة